بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نوافقكم كالعادة بالحصيلة اليومية لنتائج طرصود الوبائي لداء كوفيد-19 ببلادنا الحصيلة الخاصة بـ 24 ساعة الفارطة أي ما بين الساعة الرابعة لبعد زوال الأمس إلى حدود الساعة الرابعة ليومي الأحد 17 مايو 2020 هذه 24 ساعة التي أكدت لنا فيها المختبرات الوطنية المساهمة في عملية تشخيص المخبري للحالات المحتمل إصابتها مجموعه 129 حالة جديدة ليصبح إجمالي الحالة المؤكدة ببلادنا منذ بداية الوباء هو 6,870 حالة أي بنسبة حدود تقدر بـ 19 حالة لكل 100 ألف نسمة هذه الحالات الجديدة لها 24 ساعة اكتشفة جلها بجهة الضربيضاء سطات وبالضبط بمنينة الضربيضاء في بالأساس ثلاثة البؤر التي أعطتنا من جموعه 99 ديال الحالات مع بعض الحالات الأخرى متفرقة على كل من جهات مراكوش آسفي جهة فاسمكناس جهة طانجة طوان الحسيمة وجهة الرباط سلا القنيطيرا ثم كل من جهات بن ملا الخنفراء الجهة الشرقية وجهة سوس ماسا ولي يبقى التوزيع ديال النسبة المئوية لمجموع الحالات المؤكدة منذ بداية الوباء مستقرا حسب التوزيع الذي نعلن عليه يوميا أي أن الضارة البيضاء ستات هي التي تحتل لمرتبة الأولى مع هذه الحالات الجديدة أصبحت نسبة قارب 30% تليها جهة مراكوش آسفي ثم جهتين طانجة طوان الحسيمة وجهة ومؤفاس مكناس ثم بدرجة أقل جهة الرباط سلا القنيطيرا وجهة ضرعة تافيلة هذه الحالات الجديدة لازمنا نكتشفها ضمن عملية الكشف والتحرير الوبائي لدى المخالطين حيث مكنتنا هذه العملية من اكتشاف 190 دي الحالات من بين هذه 129 الجديدة أي بنسبة 84% في المقابل استبعدت المختبرات الوطنية خلال هذا 24 ساعة ما مجموعه 4824 دي الحالات التي كان من المحتمل أن تكون مصابة أو ضمن عملية التحري الوبائي والكشف لدى المخالطين إلا أن تحليلات المخبرية جاءت سلبية فاستبعدت إذن هذه الحالات مجموع الحالات الناشطة أي التي لا زالت قيدة التتبع الصحي ولا زلنا لم نصرح بعد بشفائها هي 3,018 أي بنسبة ديال 8 لكل 100,000 نسم فيما يخص الوفيات فلم نسجل بحمد الله أي حالة وفاة خلال 24 ساعة ليبقى العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بهذا الداء ببلادنا منذ بدايته هو 192 حالة وفاة ولتبقى النسبة المئوية للإيماتة مستقرة في جوش فصل 8 في المئة بالنسبة لحالة الشفاء سجلنا بحمد الله تعافي ديال 173 حالة جديدة للشفاء طبقا بطبيعة الحال للمعايير السريرية والإبيديميولوجية والمخبرية التي نعتمد عليها فيصير بذلك إجمالي الحالات المتماثلة للشفاء 3660 حالة منذ بداية هذا الوباء وتصمر بحمد الله النسبة المئوية للشفاء في الارتفاع لتصبح اليوم 53 وخمسين فاصلة ثلاثة في المئة إذن مجمل ما نلخص به الحالة الوبائية هو هذه البؤر التي أعطتنا جل الحالات ديال هذة 24 ساعة هذا البؤر اللي في مدينة الضر البضاء نتمنى أن نسيطر أكثر فأكثر عن ظهور مثل هذه البؤر سواء في جهة الضر بضاء أو بجهات أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته